تعديل سلعة رئيسية وخمسين جنيه قرارات حاسمة تنتظر بطاقات التموين وزارة التموين طلعت قرارات جديدة بتهم الناس اللي بيستفيدوا من بطاقات التموين اول حاجة الوزارة كانت منعت صرف المكارونة وزن ربعمائة جرام على بطاقات التموين لكن رجعت في كلامها وقررت انها تصرفها تاني من النهاردة يعني الناس هتقدر تاخد المكارونة زي ما كانت متعودة كمان الوزارة قررت تعديل اسعار المكارونة على البطاقة التموينية مكارونة وزن 800 جرام سعرها زاد وبقى ب17 جنيه مدى 15 جنيه ونص والمكارونة اللي وزنها 400 جرام بقت ب8 جنيه ونص بدل 7 جنيه 75 قرش في نفس الوقت وزير التموين الدكتور شليف فاروق قال انه لازم يتم تسريع عملية استخراج بطاقات بدل فائد او تالف للتموين بحيث يتم استخراجها خلال يومين على الاكثر رسوم اللي بتدفعها عشان تستخرج بدل بطاقة تالف هي 20 جنيه اما لو البطاقة ضاعت فهتدفع 50 جنيه عشان تستخرج بدل فائد وزارة وضحت ان البطاقات احيانا بتتلف من كثر الاستخدام وان ده بيحصل لما البطاقة تدخل في مكان الاتم وتخرج ويتم يعني استخدامها بشكل سيء بدون الحفاظ عليها يعني في ناس ما بتعرفش تحافظ على بطاقة التموين ده غير ان في ناس بتفقد بطاقتها وده اللي خلى الوزارة تهتم باصدار بدل فائد وتالف بسرعة القرارات دي جت عشان تسهل على الناس اللي بتعتمد على التموين في حياتها اليومية وتساعدهم انهم يقدروا يحصلوا على السلع بسهولة وبدون مشاكل حسب كلام وزارة التموين اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر